إثراءً للمعرفة العلمية وتعزيزاً للقيمة الطبية والدوائية في سلطنة عمان بدأت عملية تجارب لاستزراع فطريات ذات خواص دوائية وغذائية في محافظة ظفار الفطريات البرية في سلطنة عمان مشروع بحثي ينفذه مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية موارد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس وبدعم من جامعة ظفار وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية ننفذ هذا المشروع بحيث أنه يكون مشروع متكامل نضع في الاعتبار عدة جوانب من ضمنها الثقافة المحلية عندنا مرشدين هنا يدلون على أماكن الفطر وأحيانا بعض استخداماتها بالإضافة لذلك عندنا تعاون محلي بين الجامعات وبين وزارة التعليم العالي جامعة سواء كانت حكومية أو جامعة خاصة الاستزراع الذي سيتم في مناطق مختلفة في محافظة ظفار سيبدأ بعزل الفطريات عن بيئاتها الطبيعية ليتم نقلها مباشرة إلى المختبرات وبدو عمليات تجارب الاستزراع حيث ستبدأ التجارب في حاضنات صغيرة تتوفر فيها بيئات غذائية محددة وظروف يتم التحكم بها لتشجيع نمو الفطريات تحت ظروف المختبر وبنجاح المشروع ستوفر الفطريات المستزرعة سهولة الحصول على كميات كافية من الفطريات النادرة والمهددة بالانقراض حيث إن الكثير منها يوجد بأعداد قليلة في البيئة الطبيعية كما سيفتح المشروع البحثي أفاقا جديدة للاستثمار المستدام لبعض هذه الفطريات التي تتمتع بصفات غذائية ودوائية وكان مركز موارد قد أعلن اكتشاف ثمان فطريات في محافظة ظفار تعرف لأول مرة بالعالم ومجموعة واسعة من الفطريات التي تعرف لأول مرة في سلطنة عمان وشبه الجزيرة العربية ترجمة نانسي قنقر